بسم الله والحمد لله والسلام على صلاته 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 والسلام على صلات عشان الجملة نفسها مش في محل نصب مش في محل رفع مش في محل جر مش في محل ايه مش في محل جزم يعني ليس لها محل من الاعراب لكن الكلمات بنعربها الكلمات نفسها اللي في الجملة بنعربها عادي لكن قصد الجملة كلها على بعضها ليس لها محل من الاعراب يعني الجملة كلها مش في محل نصب الجملة كلها مش في محل رفع مش في محل جزم يبقى الجملة كلها ليس لها محل من الاعراب هنبدأ بالجملة التي ليس لها محل ايه لها محلم الأعراب. أول حاجة عندنا الجملة الابتدائية. يعني الجسملة الابتدائية. يعني الجملة اللي بتيجي في أول الكلام. الجملة اللي بتيجي في أول القطعة في أول الكلام. بعد النقطة يعني جملة جديدة في أول الكلام. زي مثلا قلت لك. زهبتوا key إلى العمل. ذهبته إلى العمل وبعدها هكملت juemla الجملة الأورنية ذهبته إلى العمل دي جملة لايست لها محل من الأعراب لكن ممكن تعريبها عادي فعل ماضي والتائل فاعل والكلام ده كله هتعريب الكلمات نفسها عادي لكن الجملة كلها ليست لها محل من الأعراب يعني الجملة ايه مش محل نصب ولا رفع ولا جر ولا جزم يبقى الجملة الإبتدائية دي سمناها سيليها ابتدائية عشان بيجي ايه في بداية الكلام فأول الكلام الجملة الابتدائية او الجملة عندنا في الجملة التي ليس لها محل ليس لها محل من الاعراب تاني جملة عندنا هي جملة صلة الموصول جملة صلة الموصول يعني صلة الموصول الجملة اللي بعد الاسماء الموصولة بنسميها صلة الموصول والصلة الموصول ليس لها محل من الاعراب يعني ما سألت لك جاء الذي فاز بالجائزة جاء الذي فاز بالجائزة الذي ده اسم موصول فاز بالجائزة دي جملة صلة الموصول اسمها جملة صلة الموصول يبقى جملة صرط الموصول ليس لها محل ليس لها محل من الأعراب وخلي بلاك أن ندول أكتر جملتين بيجوا في الدرس ده أكتر جملتين بيجوا في درس الجمل التي ليس لها محل من الأعراب هي الجملة الإبتدائية وجملة صرط الموصول ثالث حاجة عندنا هي جملة جواب الشرط غير الجازم ركز جملة جواب الشرط غير الجازم خلي بلاك أنه فيه أسلوب شرط بنستعمل فيه أداية جازمة زي مثلا إن أنتو زاكر تنجح لكن في أدوات شرط غير جازم زي لولا زي إذا دي أدوات شرط غير جازمة يبقى جملة جواب الشرط غير الجازم بيكون ليس لها محلم الأعراب يعني مثلا قلت لك لو للعلم لهلكة الأمة لو للعلم لهلكة الأمة لهلكة الأمة دي جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط غير الجازم عشان لو لا من أدوات الشرط غير الجازمة يبقى جملة جواب الشرط دي ليس لها محل ليس لها محلم الأعراب الجملة الرابعة لعندنا هي جملة جواب الشرط الجازم لكن ركز غير المقترنة بالفاء غير المقترنة بالفاء حط تحتها خط غير المقترنة بالفاء جملة جواب الشرط الجازم لكن غير المقترنة بالفاء يعني ما سأقلت لك إنتوا زاكر تنجح جملة تنجح دي ليس لها محلم الأعراب جملة تنجح ليس لها محلم الأعراب متى تذهب إلى العمل تجني المال جملة تجني المال دي جملة جواب الشرط الجازم لكن غير مقتدنا بالفاء يبقى تكون جملة ليس لها محل اللي ليس لها محل من الأعراب وتحت الفيديو ده اسيب لكم رابط حلقة اقتران جواب الشرط بالفاء عشان تفهم الموضوع ده أكتر اقتران جواب الشرط بالفاء حلقة مهمة جدا في اسلوب الشرط الجملة الخامسة لعندنا هي الجملة الاعتراضية ودي طبعا نعرفها من البلاغة دي عارفنها من البلاغة الجملة الاعتراضية ده يا شباب اللي هي بتكون مبين شرطتين جملة لو شلناها جملة مش هتتأثر قوي لو شلناها مش هتتأثر يعني مثلا قلت قال رسول الله وبعدها حطيت شرطتين قلت صلى الله عليه وسلم دي اسمها جملة اعتراضية اعترضت الكلام جت في نص الكلام عشان كيسم منها جملة اعترضية بتعترض الكلام كان أخي رحمه الله بارا بوالديه كان أخي رحمه الله بارا بوالديه جملة رحمه الله دي دي جملة اعترضية جت في نص الكلام اعترضت الكلام يبقى الجملة الاعتراضية برضو ليس لها محل ليس لها محل من الاعراب عندنا الجملة الستة هي الجملة المفسرة الجملة المفسرة يعني ايه جملة المفسرة الجملة المفسرة يعني ايه يعني كلام انا بقوله في الاخر انا بفسره بوضحه يعني بالبالة دي كلام ما اقول كلام وفي الاخر اقول ايه يعني اصدي كذا جملة بقى اصدي كذا دي جملة انا فسرت فيها دي اسمها ايه اسمها جملة مفسرة يعني مثلا قلتلك رجع العدو القهقرة رجع العدو القهقرة أي تراجع أي دي يعني يعني أنا بقول لك يعني تراجع أنا بشح الجملة بقول رجع العدو القهقرة أنا بقول رجع العدو أو رجع الجيش القهقرة يعني رجع القهقرة يعني تراجعه بقول أي تراجعه أي تراجع يبقى جملة تراجع دي جملة مفسرة بيفصل الجملة لأبلها يبقى جملة مفسرة جملة برضو ليس لها محل من الأعراب آخر جملة عندنا هي الجملة التابعة الجملة ليس لها محل من الأعراب يعني الكلام ده يعني لو عندي جملة ليس لها محلم الأعراب وعطفت عليها جملة يبقى الجملة التانية برضو بتبقى ليس لها محلم الأعراب زيها بتتعيدي زيها عشان جات معطوفة عليها يبقى جملة تابعة الجملة ليس لها محلم الأعراب عشان معطوفة على جملة أي جملة ليس لها محلم الأعراب يبقى الجملة التي ليس لها محلم الأعراب هي جملة سهلة جدا أول حاجة جملة الابتدائية اللي هي بتيجي في أول الكلام بعدها صلة الموصول اللي هو أيه الجملة اللي بعد الاسم موصول بعدها جملة جواب الشرط غير الجازم وبعدها جملة جواب الشرط الجازم لكن غير المقترم بالفاء وبعدها الجملة الاعتراضية وعندنا الجملة مفسرة والجملة التابعة الجملة ليس لها محل ما الاعراب ليسمها الجمل التي ليس لها محل ما الاعراب السؤال ده بيجي ازاي يجيب لك قطعة في الامتحان او يجيب لك يعني سطر في الامتحان يقول لك استخرج منه جملة ليس لها محل ما الاعراب في الغالب بتكون اما جملة ابتدائية أو جملة صدة الموصول أو الجملة الاعتراضية دول أشهر ثلاثة يتبع أشهر ثلاثة دول أشهر ثلاثة بيجوا في الجمل لكن ليس لها محل من العراب بعد كده عندنا جمل التي لها محل من العراب جمل بقى ليها محل من العراب يعني إيه لها محل من العراب يعني جمل في محل نصب في محل رفع في محل جر في محل جزم أول حاجة هنقول الجمل التي في محل رفع ودول سهلين قوي جملة طبعا الخبر جملة الخبر بينا قوي انها جملة في محل رفع ركز معي لو قلت لك الوقت الولد لعب ركز في الجملة دي قلت الولد لعب الولد ده عربه ايه مبتدأ ولاعب خبر لحد الوقت ينفيش جملة لها محل من العرب ركزها في الجملة دي الولد يلعب الولد مبتدأ يلعب عربه ايه يلعب فعلا مدرع مرفوع لما ترفعه الضمة والفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره ايه تقديره هو كل فعل وليه فاعل والجملة المكونة من الفعل والفعل ركز بقى الجملة المكونة من الفعل والفعل هي جملة يلعب دي في محل رفع ايه هل رفع خبر الولد ده ميلو بيلعب يبقى يلعب ده اللي هو ايه اللي هو الخبر لكن طبعا ما نفعش نعلم بالفعل خبر عشان كي سميناها ايه جملة في محل رفع فهمت ليه سميناها جملة في محل رفع عشان هو اصلا فعل مدرع مرفوع عادي لكن الجملة كلها على بعضها كده في محل ايه لاعب. لو قلت لك السمكو يسبحو في الماء. السمكو يسبحو في الماء. السمك وابتدأ مرفوع عليما ترفعوا الضمة. يسبح من فعش تعريبها خبر. يسبح تعريبها ايه? فعلة مضارع مرفوع. يسبح فعلة مضارع مرفوع. والفعل ضمين مستتر. والجملة الفعلية بقى اللي هي يسبح في محل ايه? والجملة الفعلية اللي هي يسبح في محل رفع خبر. يبقى اول جملة عندنا في محل رفع هي جملة ايه? جملة الخبر. جملة الخبر على طول طبعا بتكون ايه بتكون في محل رفع الجملة الثانية عندنا هي جملة رفع خبر الحرف الناسخ جملة رفع خبر الحرف الناسخ خلي بالك ان انا واخواتها اللي هي الحروف الناسخة بتنسوا باسمها لكن بترفع مين بترفع خبرها يبقى الخبر بتاعها ممكن ايه جملة فعلية طبعا او جملة اسمية ويكون ايه ويكون مرفوع يعني مثلا ممكن اقول لك ان الولد يلعب ان الولد يلعب الولد اسم انا منصوب يلعب فعل مضارق عادي فعل مضارق مرفوع. والجملة بتاعة يلعب دي في محل مين? في محل رفع خبر انه. في محل رفع خبر انه. تاني حاجة عندنا جمل ايه? جمل النصب. عندنا جمل النصب. اول حاجة هتدور عليها طبعا جملة ايه? جملة نصب. خبر الفعل الناسخ. خبر الفعل الناسخ. خلي بالك ان خبر الحرف الناسخ بيكون ايه? بيكون مرفوع. انما خبر الفعل الناسخ ليه كانت واخواتها? كانت واخواتها بترفع اسمها وتنصب خبرها وتنصب خبرها يبقى احنا ندور ايه على نصب خبر الفعل الناسخ يعني مثلا قلت لك كان الولد يلعب كان الولد يلعب كان فعل ماضي الولد ما له الولد اسم كان مرفوع اسم كان مرفوع يلعب بقى هتعريبها ازاي مينفعش تعريبها خبر كانة لا ما ينفعش يبقى يلعب هتعريبها فعل مضارع مرفوع علامة رفعية اتضمة وجملة يلعب بقى عشان دي جملة فعلية يبقى جملة يلعب في محل ايه في محل نصب خبر كان الخبر جملة الأفعال الناسخة يكون في محل نصب عندنا جملة من الجملة في محل نصبه في جملة الحال والحال دايما منصوب لقع لك سمعت الولدة يغني كلمة يغني بتوصف الولد لولد هو المعرفة والولد اعربة فاعل راكز معي في الحتة الحال على طول بيوصف إما فاعل إما مفعول به الحال على طول بيوصف يأما فاعل يأما مفعول به وكمان حاجة تانية الحال لازم يوصف معرفة الحال بيوصف المعرفة إنما النعت بيوصف النكرة يبقى سمعته الولد الولد معرفة يغني يغني ليه بتوصف مين بتوصف الولد يبقى يغني دي جملة حال هنعلم بيغني طبعا بفعل مضالع مرفوع عادي وجملة يغني كلها على بعض في محل نصب حال لو قلت لك مثلا ننتصر على العدو ونحن مجتمعون ننتصر على العدو ونحن مجتمعون الواو دي اسمها ايه اسمها وواو الحال يبقى نحن مجتمعون كلها على بعض في محل ايه في محل نصب حال خلي بالك ان دي جملة اسمية دي جملة اسمية كلها على بعض نحن الوحدها مبتدأ ومجتمعون ايه الخبر والجملة كلها ونحن مجتمعون كلها على بعض في محل نصب ايه في محل نصب حال يبقى جملة الحال طبعا في محل ايه في محل نصب تالت جملة عندنا هي جملة مقول القول الجملة اللي بعد الفعل قال غقول قل ، أي حاجة بعد كلمة قول يعني عن طول ، قل المعلم اخرجه من الفصل، وقل المعلم اخرجه من الفصل، قل المعلم هو المعلم أليه؟ الجملة جملةاها على بعد ما هي ونصف الجملة اللي بعد القول أيها في محل النصب مفعول به. قال الولده سوفا انام. جملة سوفا انام دي كلها في محل النصب مفعول به. يبقى اي جملة بعد القول جملة مقول القول اللي بتكون في محل النصب ايه? حل النصب مفعول به. تالت حاجة عندنا هي الجمل في محل ايه? جمل في محل جر. ودي سهلة جدا. ليه سهلة جدا? عشان انت بتدور على جملة في محل جر مضاف اليه. دور على جملة في محل جر مضاف اليه. وخلي بلك دي بتيجي بعد الظروف. بتيجي بعد الظرف. يعني مثلا الظرف زي حيثو. الظرف زي اذ. ظرف زي حين. الظروف دي بيجي بعدها ايه? بيجي بعدها مضاف اليه. يبقى لو جبت بعدها جملة يبقى جملة دي في محل جر مضاف اليه. يعني مثلا لو قلت لك ازورك حيثو توجد. ازورك حيثو توجد. حيثو ده ايه? حيثو ده ظرف. بيجي بعد دي مضاف اليه. توجد ده يعني بقى ايه فعلة مضالع ما عرفوه عادي. وجملة توجد الجملة الفعلية بتاع التوجد دي في محل ايه? في محل جر مضاف اليه. جملة توجد في محل جر مضاف اليه. يبقى انت هتدور على جملة في محل جر مضاف اليه. ودي بتكون بعد ايه? بعد الظروف. زي حيثو. وزي از. وزي حينة. عندنا بعد كده جملة في محل جازم. ودي بتكون امتى? جملة محل جازم بتكون في جواب الشرط الجازم المقترم بالفاء. جملة جواب الشرط الجازم لكن ما له ركز المقترن بالفاء اللي فيه فاء يعني مثلا قلتلك من يزاكر فالنجاحه له من يزاكر فالنجاحه له جملة فالنجاحه له دي جملة جواب الشرط الجازم لكن مقترنة بالفاء يبقى طبعا الجملة المقترنة بالفاء دي بتكون في محل جزم يبقى جملة كلها في محل جزم لو عايز تفهم اكتر جواب الشرط المقترن بالفاء وغير المقترن بالفاء هسيب لكم الرابط تحت الفيديو في جملة انا سايبها للاخر الجملة دي بتيجي رفع وبتيجي نصب وبتيجي جر أنا سيبها للآخر عشان كده هي جملة يا شباب جملة النعت خلي بلاك إن النعت ما عنده شخصية يعني النعت مش بيجي مرفوع أو منصوب أو مجزوم النعت بيشوف اللي قبليه كان ايه وبييجي زيه بيشوف المنعوت بتاعه وبيكون زيه يعني مثلا لو قلتلك جاء رجل يسعى جاء رجل يسعى من اللي جاء رجل يبقى رجل فاعل ومرفوع على مترافية الضمة طيب الرجل ده ملو بيسعى وصفت الراجل اللي هو ناكرة خلي بلاك النعت بيوصف النكرة وصفت الراجل إنه بيسعى يبقى يسعى ده فعلا مضالع مرفوع عادي وجملة يسعى الجملة الفعلية بتاعت يسعى في محل ايه في محل رفع نعت في محل رفع نعت يبقى جملة النعت ممكن تيجي رفع وممكن تيجي نصب لو قتلك رأيته رجلا يسعى أنا شفت شفت مين شفت رجلا يبقى رجلا مفعولهم به منصوب طيب الرجل ده ملو بيسعى يبقى أنا وصفت الراجل بإنه بيسعى يبقى يسعى فعلا مضالع مرفوع وجملة يسعى في محل نصب نعت جملة يسعى في محل نصب نعت لو قدلك مثلا مررته برجل يسعى يسعى بتوصل في الرجل ورجل ده اسم مجرور يبقى يسعى جملة فعلية في محل ايه في محل جر نعت يبقى خلي بلاك النعت معندوش شخصية بيجي رفع وبيجي نصب وبيجي جر يبقى لاكز معايا في الجملة التي ليست لها محل من الاعراب دي سهلة جدا الجملة التي ليست لها محل من الاعراب سهلة الجملة التي لها محل من الاعراب انت هتعمل ايه بالبلد دي كهتدور على كل الافعال اللي في الجملة عشان في الغالب بيتيج جملة فعلية هي ممكن تيج جملة فعلية وممكن تيج جملة اسمية عادي ممكن تيج جملة اسمية في محل رفع او نصب او جر او ممكن ثلاثه جملة فعلية لكن في الغالب يتلقى جملة ايه يتلقى جملة فعلية ودرسه دة حتى نكون اقوى فيه درسه دة عايز حل درسه دة سهلى جدا فالشرح لكنه عايز ح plaint ان شاء الله الايمن جايع الحل عليها على القناة كتير تبعونا وان شاء الله هتكونوا محترفين في الدرسه دة لو اعجبك المقطع لاتنسى الاشراك في القناة وتامل لايك وتنشر المقطع بين الصحابك حتى نقدر نكمل المحتوى الهدف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشهد إلا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته